السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو أكمل معاكم شرح دروس الصفوف الأولية الصفة الأول والثاني والثالث الابتدائي هنكمل مع بعض يونت فايف يونت فايف وهي الوحدة الخامسة واسم هذه الوحدة What's this? What's that? مرة أخرى What's this? What's that? What's this? تعني ما هذا What's that? تعني ما ذلك What's this? عندما نسأل عن شيء قريب جدا من يدنا What's that? عندما نسأل عن شيء بعيد عننا قبل ما أبدأ بشرح هذا الدرس أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بدرسنا لليوم وهو Talk time Talk time أي وقت الكلام أو الحديث درسنا اليوم موجود on page number 36 36 وتعني 36 نبدأ بـ number one listen and say listen and say listen أي استمع and say أي قول خلفي هنا لدينا هذه الفتاة تحمل قلما رصاصا وتسأل صديقتها وتقول لها what's this what's this ويعني ما هذا تسأل ما هذا الشيء ردت صديقتها وقالت it's a pencil it's a pencil ويعني إنه قلم رصاص مرة أخرى it's a pencil هنا أيضا هذه الفتاة تسأل صديقتها وتقول لها what's that what's that ما ذلك الشيء الذي تحملينه ردت صديقتها وقالت it's a notebook it's a notebook ويعني الدفتر سنلاحظ أن السؤال what's this هنا نسأل عن شيء نمسكه أو قريب جدا منا أما what's that عندما نسأل عن شيء بعيد عننا نستمع الآن إلى الصوتيات what's this it's a pencil what's that it's a notebook what's this it's a pencil what's that it's a notebook ننتقل الآن إلى number two practice the talks in pairs practice the talks in pairs practice تاني تمرنوا the talks على هذه المحادثة السؤال والجواب الموجودين في هذه الصفحة in pairs وتعني أنت وصديقك إذن على كل طالب وطالبة أن يتدربوا على هذا السؤال أن يسأل صديقه what's this what's this ما هذا ويؤشر على شيء بالقرب منه أو يمسكه وسيرد عليه صديقه باسم هذا الشيء مثلا it's a pencil it's a pencil إنه قلم رصاص وأيضا what's that كما ذكرت عندما نسأل عن شيء بعيد عننا شيء مفرد ولكنه بعيد وستكون الإجابة it's a notebook إنه دفتر number three act out the talks in pairs act out the talks in pairs act out تعني مثلوا the talks هذه المحادثة in pairs أيضا أنت وصديقك أو أنت وصديقتك إذن سنمثل أيضا هذه المحادثة بأن تسأل كل واحدة هذا السؤال وتجيب بنفس الجواب ننتقل الآن إلى الصفحة التالية On page number 37 أي 37 هنا لدينا fun time fun time وكما ذكرت أن كلمة fun تعني المرح وtime تعني الوقت إذن وقت المرح وقبل أن نبدأ بوقت المرح سننتقل إلى grammar tool box grammar tool box أي صندوق القاعدة هنا لدينا في هذا الصندوق قاعدتان جدا مهمتان القاعدة الأولى تتحدث عن this و that this وتعني هذا ونذكرها للشيء القريب من يدنا إذن إذا كان لدينا شيئا مفردا أي واحد وقريب من يدنا نقول this is this is أما إذا كان لدينا شيئا واحدا أيضا ومفردا لكنه بعيد شوفوا المسافة هنا بعيدة عن يدنا ونحن نؤشر عليه نقول that is هنا that's باختصار أو that is إذن that's that's للأشياء البعيدة وتكون بهذا الشكل وthis is للشيء القريب ويكون بهذا الشكل ويجب أن يكون مفردا أي منه شيء واحد فقط هذه بالنسبة للقاعدة الأولى القاعدة الثانية هي قاعدة آن وآ والتي توضع قبل الإسم المفرد عندما نقول هذه تفاحة تفاحة واحدة يجب أن نضع قبل الإسم المفرد إما آن أو آ متى سنضع آن إذا بدأت الكلمة أو الإسم بإحدى حروف الفول الخمسة وما هي حروف الفول الخمسة؟ حروف الفول الخمسة هي أ أو إي آي ويو إذن هذه هي حروف الفول وتسمى حروف العلة الخمسة إذا بدأ بها الإسم إذن نضع قبل الإسم آن أما بقية الحروف الإنجليزية الأخرى نضع قبلها آ طيب ننتقل الآن إلى number four this is this is وتعني هذا ونؤشر به على شيء قريب منا that's that's أو that is تعني ذلك ونؤشر به على شيء بعيد عننا وكما ذكرت أن هناك قاعدة لأ التي تأتي مع الأسماء المفردة التي تبدأ بجميع الحروف الأبجدية مع عدى حروف الفول الخمسة وآن تأتي قبل الكلمات المبدوئة بالحروف الفول الخمسة وهي حروف العلة الخمسة هنا لدينا trace then point and say trace وهي الكتابة على هذه الخطوط حتى نصل إلى الشيء الموجود لدينا هنا then وبعد ذلك point and say أشر وقل اسم هذه الأشياء سنقوم بعمل trace ونستمع إلى الصوتيات بهذه الطريقة سيمشي الطالب من number one ويسير على نفس الخط حتى يصل إلى الكتاب ويعني book number two سيسير على الخطوط حتى يصل إلى التفاحة وتعني apple number three سيمشي أيضا حتى يصل إلى القلم الحبر ويعني pen number four سيسير أيضا حتى يصل إلى قلم الرصاص ويعني pencil number five أيضا حتى يصل إلى الممحة وتعني eraser وأخيرا number six سيسير حتى يصل إلى البرتقالة وتعني orange نستمع الآن إلى الصوتيات are you ready? let's start number one this is a book هذا كتاب number two that's an apple ذلك تفاح number three this is a pen هذا قلم number four that's a pencil ذلك قلم رصاص number five that's an eraser ذلك ممحة number six that's an orange ذلك برتقالة very good now you do it this is a book هذا كتاب that's an apple تفاحة this is a pen قلم حبر that's a pencil قلم رصاص this is an eraser ممحة that's an orange برتقالة okay good إذن لاحظنا في الصوتيات أنه يؤشر على هذه الأشياء إما بذات أو this يمكننا مرة أن نستخدم ذات ومرة أن نستخدم ذس ولكن إذا كان الشيء قريب نستخدم ذس وإذا كان بعيدا سنستخدم ذات سنثبت هذه المعلومات بحل تمرين كتاب النشط هنا number five now point to things in your classroom and ask as many people as you can now الآن point to things point تعني أشر للأشياء in your classroom الموجودة في الفصل الخاص بك and و ask ask تعني أسأل as many people as you can واسأل العديد من الأشخاص الذين تستطيع أن تسألهم إذن المطلوب من كل طالب وطالب أن يؤشر على أشياء موجودة في الفصل ويسأل what's this أو what's that ما هذا أو ما ذلك إذا كان شيئا قريبا سيقول what's this إذا الشيء بعيد سيقول what's that وبانتهاء هذا النشاط نكون قد انتهيت من شرح هذا الدرس وحققنا سويا هذه الأهداف I can I can أنا أستطيع الآن ask someone ask someone وتعني أسأل شخصا ما what's this what's this what's that what's that and get the answer and get the answer إذن أنا أستطيع الآن أن أسأل بهذا السؤال ما هذا وما ذلك وأحصل على الإجابة وبذلك أكون قد حققت goal number 33 أي حققت الهدف الثالث والثلاثون وسأضع علامة صح هنا الهدف التالي هو point and say point and say أستطيع أن أؤشر وأقول this is an apple this is an apple هذه تفاحة and that's a book that's a book ذلك كتابا وبهذا أكون قد حققت goal number 34 أي الهدف الرابع والثلاثون وسأضع علامة صح هنا ننتقل الآن إلى قسم النشاط ونحل التمارين الخاصة بهذا الدرس سنفتح سويا صفحة 95 أي 95 ونبدأ بحل التمارين number one listen and practice listen أي استمع and وpractice تمر وبعد ذلك سنقوم بعمل trace وهي الكتابة على هذه الكلمات التي بالرماد الفاتح هنا لدينا هذا الشخص يسأل صديقه ويقول what's this what's this ما هذا رد صديقه وقال it's a triangle it's a triangle إنه مثلث هنا سؤال آخر what's that what's that ويؤشر على الكتاب البعيد عنه والإجابة ستكون it's a book it's a book إنه كتاب وبعد ذلك سنقوم بعمل trace بهذه الطريقة ثم ننتقل إلى number two trace and write trace وهي الكتابة على النقاط وسنقوم بكتابة حرفة A capital و B capital كمراجعة هنا سنقوم بكتابة A capital كما تعلمناه سابقا بهذه الطريقة على الأسطر الثلاثة ثم نقوم بكتابة حرف B capital بهذه الطريقة أيضا على هذه الأسطر ننتقل الآن إلى الصفحة التالية On page number 96 96 96 96 96 هنا لدينا number one listen and practice listen and practice listen وتعني استمعوا and practice تمرنوا وبعد ذلك سنقوم بعمل trace وهي الكتابة على هذه الجمل التي برماد الفاتح هنا لدينا القاعدة المهمة عندما نؤشر على شيئا قريب من يدنا ويكون مفرد شيء واحد نقول this is this is وبما أنها تفاحة إذن apple apple وتعني تفاحة وبما أن كلمة تفاحة بدأت بإحدى حروف الفول الخمسة سأقوم برسم حروف الفول الخمسة هنا لتقريب الصورة وحتى لا ننسى حروف الفول الخمسة رسمناها كشكل face كوجه حرف O هو الوجه الدائري حرف A هو العينان حرف I هو الأنف وحرف U هو الفم وحرف E هي الخدود إذن هذه هي حروف الفول الخمسة إذا بدأت بها الكلمة أو الإسم المفرد يجب أن نضع قبله an هنا لدينا الممحة وتعني eraser بعيدة عن يدنا إذن نقول that's that's هذه الممحة بعيدة that's an eraser that's an eraser ونلاحظ هنا أن كلمة eraser بدأت بحرف ال E وهي أحدى حروف الفول الخمسة إذن سنضع قبلها an هنا لدينا القلم الحبر قريب من يدنا وبما أنه مفرد وقريب إذن سنقول this is this is a pin a pin وتعني قلم الحبر ووضعنا A لأن حرف ال P ليس من حروف البول الخمسة هنا لدينا البرتقال بعيدة عن يدنا وهي مفرد سنقول that's an orange that's an orange قلنا أن لأن كلمة orange بدأت بحرف ال O وهي إحدى حروف البول الخمسة هنا لدينا الكتاب أيضا بعيدا عن يدنا إذن سنقول that's that's a book that's a book وكلمة book أيضا بدأت بحرف ال B وهي ليست من الحروف البول الخمسة إذن سنقول a وليس an وبعد ذلك سنقوم بعمل trace بهذه الطريقة ثم سننتقل إلى number two trace and write trace وهي الكتابة على النقاط وبعد ذلك سنقوم بكتابة حرفة أيضا هي مراجعة نقوم بكتابتها كما تعلمناها سابقا بين الخطوط الثلاثة بهذه الطريقة وبانتهاء كتابة حرف D أكون قد انتهيت من شرح هذا الدرس أتمنى إذا عجبكم الفيديو أن تنزلوا أسفل الفيديو وتضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا